بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الصف الثالث الابترائي مرحبا بكم في غنات درس انجليزي مع مستر عوض ربيع طبعا اللي بيشوفنا الاول مرة ننساش فعل الجرس واشتراه في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد واللي بيشوفنا طبعا بنشكره على المتابعة واللايك والشير والمنشن اعزائي الفيديو دي وصل الاكبر على الممكن من اصحابكم واصدقائكم ولو بتحبوهم من اصدقائكم ان شاء الله نحل النهاردة من كتاب المعاصر الواحدة الخمسة يلا بينا معنا صفحة 146 read and choose اقرأ واختار the correct answer between practice my favorite note is elephant the elephant tree animal حيوان ولا برد طائر ولا فو الطعام animal حيوان number two let's know the giraffes الزرافات هيا تشاهد 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 number three i love the zoo انا بحب حديقة الحيوان i am free انا ايه فيه نعلم التعقب انجل غضبان تشاهد حزين excited متحمس excited بعد كده معنا صفحة 152 read and fill in the gaps نوعها بتتكلم مع هاني بتقوله what is your not zoo animal ما هو هي علاق المفضل كلمة favorite قال لها my favorite zoo animal is the اعايزين هنا اسمها penguin قال لها not are the animals اين the lions where هتقول له go straight سر للامام بشكل مستقيم بعد كده معنا سؤال رقم 2 read and match ارى ووصل how about ده سؤال لاحظه بأكيد في النحية التانية اخرها علامة استفهام والامتابع قراءة درس انجيزة مع مستر عوض عارف كويس ان احنا بنقرأ العمود باء ونقرأ ايه بنحل بسرعة excited متحمس watch the giraffes يشاهد الظرافات going to the lions يذهب الى الاسود predict us يحمينا how about going to the lions الذهاب الى الاسود number one i am very i am very excited انا متحمس رقم 3 let's دي هنا اس وحنا فيش هنا اس هيا نشاهد الظرافات بعد كده معنا سؤال رقم 3 رقم 4 read order and write what do you want to see ماذا تريد ان ترى ماذا تريد ان ترى بعد كده معنا سؤال رقم 2 i love there zoo بحب حقيقة الحياة بعد كده معنا صفحة 153 يولاك لوك انظر read اقرأ and complete وكمل عنا كلمة زي elephant سلاف يلا lift يسار pengans لو البطريق my favorite zoo animals are همه pengans بصورة المين البطاريق number 2 turn استذر يسارا turn left بعد كده سؤال رقم 6 انظر and write وكتب sentence under each picture تحت كل صورة دولا مين الاسود نقول i can can see استطيع الرعا اللعنود الاسود انظروا في حديقة الحياة بعد كده هقول they are animals هاولئ حيوانات بعد كده سؤال رقم 7 برضو انظر and write the words دي مشي بشكل مستقيم اسمها go straight go straight سير بشكل مستقيم في هذا الطريق جاء استدر يسارا ممكن نولجو سير سير بشكل مستقيم ثم تيرن استدر يمينا أجل اقرأ وكمل التكس المسوظة ما نقضي وقت نجمع قد أن نزيل في حديقة الحيوان Let's watch هي نشاهد The Banders هي نشاهد البندر They are eating فيتاكل البامبو خشب لومين الخزران The gerubs are eating leaves فيتاكل أوراق الشغل The penguins are swimming in their pool في حمام السباح بعد كنا السؤال رقم 9 تابع كتوية علامات الترقيم بداية الجملة طبعا بنعملوا capital ونحاول نسيب مسافة من الكلمات نحسن خطنا دب دي let's يعني هيا بنا يعني في الآخر كوتشا مارك ولا فولو ستوب فولو ستوب بعد كنا معنا صفحة 155 read and choose اختار زاكوريكت وورد الكلمات الصحية between practice not does the penguins leave and it leaves in the sea بيسأل عن الوقتي عن المكان اللي بيسأل عن المكان what ما او ماذا ولا where اين ولا وين متى where اين برضو where not does the penguins heebo leave لاحظ ان heebo ده مفرد والمفرد بيقى does باز اجام يقول دو ودد في الزمن الباص وهنا في اس للفعل بعد كده السؤال رقم to read lock read and answer where does the benda leave اين تعيش البند اللي هو شاطا من لعدات الاستفهام والفعل المساعد نقول abanda leaves عشان هنا شرنا does تباكس in bamboo forest بتعيش في غابة الخيز زرعان where does an elephant leave اين يعيش elefant الفيل هنا نشتوب where ونشتوب does نقول an elephant الفيل leaves in grasslandis في المراعي او في الاراضي العجبية بعد كده بعنا صفحة 256 lock انظر read اقرأ and complete عندك كلمة زي hebel يعني فرسل نك رقبة ما بخريطة اجيرا في الزرافة هزا لديه طويل نك انوات leave زي يعيش إنا ليك في البحيرة من heibo فرس النهر بعد كده choose read and choose اقرأ واختار زي correct words كلمة الصحيحة between the practice بين الأقواص زي الفانتس الأفيلة اللي بتعيش انزا الأفيلة اللي بتعيش فيها في c في البحر لك البحيرة في grasslandis في الاراضي العجبية والمراعي number two the penguins اللي همين البطريق اللي بيعيش نكي ستو بجوار زي ها يعيش بجوار زي البحر number three where does the line أين الأسد نوع it leaves بيعيش يبقى هنا leave يعيش number four the bandas habited اللي هو موت البندا is زي هو البابو فارست هابط الخيزراء number five it not in the sea لاحظ ان it هنا والشي والأت والاسم المفرد والهي بنضيف as للفعل تبقى leaves the not is big and great لون رماضي وكبير دامين البندة ولا الالأسد ولا الألفنت الفيل البندة البندة مش كبير أسف I'm sorry ألفنت الفيل بعد كده read order أعيد ترتيب هذه الكلمات where لعداد الاستفهام بعد كده الفعل المساعد كلمة does the lion leave أين يعيش المين الفيل the people فرس النار leaves بيعيش in the lake في البحيرة بعد كده اسؤال الرقم 4 read اقرأ and complete كمل ذاتك الصنص عندك كلمة bumbo forest غابة الخيز زران grasslandis الحشاش أو المراعي بين البطرير habitat الموتن is where حيث ما الانماء الحيوان leaves الفيل leave بعيش in بعيش في الفيل في الغراس landis في الاراضي العشبية أو في المراعي it's big and gray the giraffe الزرافة has a long neck لليها رقبة طويل it leaves بتعيش in grass land في البطريق بعد كده معنا صفحة 160 صفحة 160 read and fill in the gaps وملا هذه الفراغات عند بلاستيك cities recycle cities modern recycle يعني 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 التروير حمالة بتكلم مع زين بقوله what do you recycle ماذا تصنم باعادة التروير أو بتعمل اي تروير قال له اي recycle أنا باقي بعد تروير من البلاستيك بعد كده الصورة 2 look انظر take اعمل صح for the correct answer تصورت من الجلاس الزجاج ولا البلاستيك انت شايف اي ده البلاستيك ده صورت من polluted the river بيلوز النهر ولا waste sorting اللي من تصنيف القمامة تصنيف القمامة بعد كده رقم 3 read order brother بس يساعدنا have happy ears انه يكون عندنا حياة سعيدة على الارض دائمين planting يعني planting الزراعة اما بلوت التلوس going الزهاب number two we can نستطيع نقط جلاس الزجاج بابر الورا and plastic to have happy ears يبقى نستطيع نهن recycle نعيد تنوير number c we shouldn't لا ينبغي not plastic in the sea لا يجب انهن هل بنساعد ولا throw نرمي ولا sweep ناكن through نرمش بعد كده معانا لصفحة 161 بيقولك دي اعادة التلوير اسمها recycling the polluting the plastic دي كلمة reusing reusing يعيد استخدام بعد كده السؤال الرقم 6 look and scramble يعني قعد ترتيب الحروف لكلمة زجاج glass g l a s اللي وضع بالس دي ورق paper p a p e r دي يزرع plant p l a n t بعد كده معانا سؤال رقم 7 read and answer what do you recycle انت بتعمل اعلى التدوير للزوية يعني نشطب what ونشطب do ونحول الهو إلى i i recycle glass what do they recycle نشطب what ونشطب do نقول they recycle بنعمل اعلى التدوير للبلس plastic بعد كده معانا سؤال رقم id bonket weight علامات الترقيم لما نجي نعمل علامات الترقيم بتبص على اول حرف نعمله capital ونحاول نسيب مسافة من الكلمات don't throw plastic in the sea لاحظ ان don't يعني لا دي في الاخر فلسطوب بناطة اخر سؤال معانا copy يعني انسخ ده خط هننسخ زي ما ما هو كتيب لي بالزبط هحاول نسيب مسافة من الكلمات نحصل قطين عشان تبقى جملة صحيحة بعد كده معانا صفحة 162 دي صورة الفيل elephant نقصة ph دي صورة الحوت whale معصة wh دي صورة متى when معصة wh دي صورة الصورة اسمها photo ph دي ابيض white wh دي اينا where wh بعد كده معانا صفحة 166 يقول لك listen اسمع and write the missing sound الصورة الحوت اسمه whale wh ابيض white wh photo ph elephant ph بعد كده السؤال التاني read order and write عندي الاتة استفهم اسمها where is the photo اين الصورة number two the whale الحوت is white and blue ابيض فزر بعد كده صورة رقم three the lion الاسد is big and brown بعد كده معانا الصورة رقم three يقول لك look and circle دي صورة الوقت يعني الوقت وقت ابيض ولا وين مت وين مت الصورة المكان يبقى where اين ولا فوت صورة where اين الصورة رقم four يقول لك look circle and write الصورة الفين اسم elephant يبقى مائز ph تصورة مت when wh تصورة الصورة سمع photo ph بعد كده معانا صفحة 168 بيقول لك read اخر and answer one on week end في نهاية الاسبوع i go buzz up to زو الى حريقة الحيوان there are many animals في كثير من الحيوانات زر هناك my favorite animal حيوان المفضل is the elephant والفيل the penguin اللو البطريق is black لون اسود and white وابيض زجراف الزرافة eat بتاكل grass عجب i love elements اول سؤال what is my favorite animal هو حيوان المفضل هو elephant بعد كده answer the frog ايو بعدين هزي السؤال what does the giraffe eat نوش اطبنا الالات الاستفهم دي والفعل المساعد وطورنا على the giraffe اهو the giraffe eats grass ده الحل بعد كده تحت خالص اللو مين read order ترتيب هذه الكلمات عندي هبوز فرص النهر are very large animals حيوانات كبيرة هبوز هبوز live بتعيش in lake and river سؤال رقم 3 هبوز فرص النار can leave يستطيع يستطيع ان يعيش for 40 years نمدة 40 عام بعد كده النحية التانية عندي كمان read and complete اقرأوا كم عندك كلمات the rivers انهار leave يعيش large كبير هبوز فرص النهر are free not animal حيوان كبير large هبوز نول my favorite animal حيوان المفضل is hebo وفرص الله it is big it is big انه كبير it is grey لونه رمادي it leaves بعيش in the sea في البح وبكده انتهينا من حل واحدة الخمسة من كتاب المعاصر للصف الثالث الابتداي بشكر كل من بتابع قناة درس انجليزي مع مستر عاد ربيع واللي بشوفنا الاول مرة من شفاء الدراس واشترا في القناة عشان يوصل له كل ما هو جديد